كلمونا بالله الاعداد سيد ويلي سفيقس خل دخل معنا معناش ويلي في سفيقس هيك هو عاد هانا خاصنا الازمة ماان هانا ماانش عارف والله لا حدا عارف اخي تحبنا نعملوا مع مسألة بجدية ولا تحبوا نتعملوا معنا مسألة على اساسها شوفي ليكوبتير ودران ونزيل وواحد تقول نحن في حرب ومن بعد نجو المسؤول الجهوي ما نلقاوش ونلقاوه مجرد معتمد اول ما احترامي للمعتمد الاول لا يملك لم ينص صلاحيات ولا ينجم يكلم مدير قليم كي ينجم يكلم والي ولا ينجم يكلم مدير قليم الحرس كما يكلم والي ولا ينجم يعمل اجتماع امن جهوي كما يعملوا الوالي وحاجة اخرى اخويا كانوا باش نراجعوا نحن قضية الولات ونعتبروهم منصب غير مهم قولونا اللي بقيت الولات معاشي خطبونا بالطريقة اذيك كل واحد يا اخويا قولونا راو المنصب اذي مش مهم وقولونا الوالي المستير معاشي قولونا جاتني بخطوة متاثاقلة قولونا والي بن عروس معاشي خايحكي معنا بالطريقة اذيك وراو منصب الوالي هذي راوش عندي عندك وحكيه فارغ باه انا اعتبرو منصب الوالي هم منصب في جهة ويمثل رئيس الجمهورية ويمثل السلطة التنفيذية وما دام ما فماش والي في اسفاقس راهو فما ثغرة كبيرة في مستوى التنسيق بين مختلف الادارات والمصالح راهو ما هو شبيرو الوالي وما هي الشهرية زايدة راهو يخدم في خدمة كبيرة اهم نرم المو من المفترض يخدم خدمة كبيرة ونرم المو راهو هو يمد في المواطنين بالمعلومة انا بنعذر مو عتمد العامرة ميزش تليفون ومو عتمد لور ميحبش الدخل شومش يقوله هو ما عندوش الصلاحيات وما عندوش كل المعطيات باعتبار وظيفته وموقعه وما ينجمش يعطيك الارقام الكل لانه هو ينجم مسؤول الصحة ما يعطيهش وينجم مسؤول الامني ما يعطيهش راهو وقت لي نحدث على منصب ويلي راه ما ينش نفدلكو الحاجة الاخيرة اعا دولة تنسية شنية تحب من مهاجرين وشنية تحب من مسألة الهجرة كان نحبوا نحنا نتحولوا الى نقطة ثابتة للعبور قولونا كان تحبوا نتحولوا الى منطقة متاع توطين قولونا كان تحبوا نكونوا لا هذا ولا ذاك ونرفضوا رفضا نهائيا قولونا وكيفاش نتعاملوا مع المسألة قولونا راهو البلاغات متاع توس بصة صيد الرئيس بفراغ صاحة راهي لا تجويب عن الاشكال الهجرة راه في البلاد هزيتهم انتي من سفاقس حاولتهم للعامرة مايش نعمل طو خليفة تأويل متاعه هو الاقرب او امنية خليفة الاقرب للتحقق انتي دفعتم في اتجاه البحر حتى جغرافيا وهزيتهم وين فما المقبر عم تعرف لهيك يا انتي شنعملت وكانك يا خويا تحب تنهي الاتفاقية الاوروبية ايه واو تحسن في شروط تفاوض من اجل تغييرها او وتؤجل في واحد يقول لنا رانا نجم ونتفاعلوا معاك ونجم وندعم نحن باهم مانيش مهمين برشا قريب بلاتون العلميين والناس مش مهم احين مناوئين كلنا وما نصلحوش والمواطن شي اعمل المواطن اليوم في العامرة يمسكرك يا شنو يعمل كيفاش يتفاعل معاك منو بش ياخذ هالمعلومة صحافي يسئل صحافي وصحافي يجيب صحافي ووري تفعلوا معاك صحافيين وشو نعملو بني مش يجيبوها المعتر رسمي غدوة تخرج اشياء عش كومش يكذبها ولا عش كومش يأكدها الحاجة المهمة في المسأل هي ضرورة انو يصير خطاب موحد للدولة التونسية حول قضية التعامل وعدم الاكتفاء بانو نبعثو امر حراس ومدير عامة من الوطني لجيهة السفاقس ونعتقدو انو مشكلة حالة بمجرد اخلاء ساحة وانا ريت صورة فيديوهات تغير جيدة من السفاقس وريد حالة احتقان من السفاقس الحاجة الثانية انو القضية الهجرة كيمة ميلوني علش تجينا بالوطيرة هذية متاع الزيارات ويظهر لي اكثر مسؤولة خارجية جاتنا في تاريخ الدولة التونسية في الفترة الزمنية هذي من اجل انو تتفاوض معنا حول قضية التعامل نحن عتيني وزير من وزراءنا تنقل حول هذا الموضوع لدولة اخرى مشينا الليبيا مشينا الجزائر مشينا للدول الجنوب الصحراء ممشينااش نحن تورطنا في اسوأ مشهد انساني انو الناس تموت على حدنا في الصحراء وتحملنا مسؤولية ذلك وحدنا كدولة ومش نخلصوا تبعاتها كشعب لكن نورمال مو مش نحن نتحملوا المسؤولية هذية ونورمال مو تدفقات هذية متكونش نحن مسؤولين وحيدين عليها نحن شنو عملونا الاوروبيين حطونا في خانة تحميل المسؤولين ميجيونا انتم المسؤولين ونحن ممشينااش حملنا المسؤولية لحتى حد لمشينا حكينا مع الدول الجوار وقلنا لهم يرحموا بايكم هاو كيفاش النجم ونجيريه بشكل مشترك واخر تصريح لوزير الداخلية يقول لك علينا ان الدول الجزائر وليبي تتعامل معنا في مسألة الهجرة بانها تغلق عملية التدفق يا هذية علش ما قلتوش عندك عام رك انتي نورمال مو تقوله قبل الازمة لانك انتي عندك لارقام وانتي تستشرف وانتي لعندك المسالح الدبلوماسية في الخارج انتي سفراتك تقول لك رأي نجاياتك انتي ملحقيق لمنيين يقولولك هذية انتي دولتك تلبهك انتي تقرأ التقارير خير منا رموش وقت ليجي المو المشكلة نحنا وقتين نقوله كيفاش بش نتعامله بايه يخرجوا اليوم الجزء هذية اللي مازال موجود او موش كله ولا يمثل عدد كبير مقارن بالموجود ولازمة بش نتواصل بشكلنا وبياخر مدام تشريعاتنا لا تسمح لهم بالشغل وبتحسين وضعياتهم في تونس بش بقى اول مشاهدة ذية بتاع نكرولهم ظل الزيتون بخمسالاف فرنج وانهزوم كذا بش نخلقوا نوع من الاقتصاد الذي ينتعش في الازمة